اشتركوا في القناة ومع ارتفاع اعداد من قتلوهم من الشباب العراقي اللي وصل عددهم هدف شاب من اجمل الشباب العراقيين وجرحوا اكثر من 30 ألف واختطافات كذا وكان الحديث يجري من قبل الثوار انه هذه الميليشيات الولائية التابعة على ايران تفعل ذلك وكان يقولون طرف ثالث ومعرف منه هذا الكلام اللي بلا معنى وكان ينكرون رغم انه شعاراتهم كانت واضحة وما جرى في عمارة السينك هذه عمارة موقف سيارات السينك قرب الجسر علقوا اللافتات ولعيونك الخال ومعرف منه يقصدون رئيس اركان الحجد الشعبي ابو فدك هم رفعوا هذه الشعارات وليس نحن هم قالوا هكذا لكن مع ذلك تنكروا وقالوا هذا طرف ثالث طيب وبدأت الاحاديث مع تشكيل حكومة الكاظمي وكذا ومحاولة لملمة الوضع وهذه اللعبة مع الحكومة الكاظمي لانه هي تبدو محاولة لملمة الوضع وانقاذ العملية السياسية في وقتها كان الحديث يجري من قبل كل الميليشيات وكلهم اطلعون على الشاشات ومساء الإعلام يتحدثون عن انهم يتبنوا فكر ثورة تشرين ولا يقبلون وهذه الثورة حقيقية ووطنية اليوم ضعت تشكيل الإطار لهذه الحكومة حكومة حمشياع السوداني وتغول الميليشيات وسيطرتها واقع الحال وصارت حكومة ميليشيات واضحة الآن خرج مثل ما تحدثنا في الحلقة السابقة خرج ايضا واحد من ابواق العملية السياسية ومن رموزها واحد ايضا من قادة او فيلق بدر وجماعة ايران ظهر قال يعني بدأ يتحدث عن انها كانت مؤامرة يعني تسمحوا ان هذه حكومة الآن حكومة شريفة ووطنية تسعى الى الفعل وشوفوا سوت لكم الدولار بلف وثلاثمية بهذا الكلام ويتحدث عن ثورة التشتين بدون من يأتي على ذكرها يقولوا وشفتوا انتو ذيك الفترة اعلام رائحة واعلام جاي وجون الباب الشرجي وكذا وش استفاد يعني وصيحون يعني هو عادل عبد المهدي راح للصين ده يسوي برنامجه والصين واذا بيهم الريد وطن والريد مدري منه واسقط الحكومة وتسقط المدري منه وش استفاد يعني هكذا يتحدث بهذه الطريقة ولا تسمحون ليش هم مؤامرة ومؤامرة قادتها السفارات لاحظوا الآن صارت ثورة التشتين مؤامرة تقودها السفارات وقادتها السفارات هم بالبداية قالوا انهم يعني دواعش واسمارهم طيب ذول كلهم شيعة غالبيتهم من الشيعة يقول عليهم دواعش شلون فغيروا هذا قالوا انهم ذول ابناء البعثين بعثين قالوا ياابا بعثين شلون بعثين يعني اكبر ما بيهم مولود قبل 2003 بسنتين ثلاثة والباقين كلهم مولودين وراء 2003 ثلاثة ما لحقوا يعني عندما عندما صار احتلال العراق وسقط البعث كان يعني اكبرهم ما يتجاوزوا بخمس سنوات أربع سنوات خمس سنوات تجاب على الحزب البعث فشابوا القضية ما تركب قالوا هؤلاء ابناء السفارات امهاتهم بعثيات ما عرف منه يا امهاتهم بعثيات ماتوا من الفقيرات اللي تسعى على رزقها لكي تعيشهم ربيهم مقادر خطيئة امرأة عراقية بسيطة تريد تعيش اطفالها حالة حال والدهم وشباب بعمر الورد جابهم على البعث وجابهم كذبة كبيرة واضافوا لها قالوا ابناء السفارات وامريكا متامر علينا امريكا التامر عليكم هو منو جابكم لحكم غير امريكا يعني هل تعتقدون ان الناس ذاكرتهم مفقوة ولا تذكرون بألفين وثلاثة ولحد الآن ما الذي يجري وجرى هذا كذبة كبيرة ما لو لا امريكا انتم ما تفقون يومين بالحكم يعني امريكا الآن لو رفعت ايتها عنكم لسقطتم جميعا هذا واقع الحال امريكا امريكا هي من تحميكم كل التأييد اللي انتم تتباهون بيه اقليميا وعربيا وعالميا هذا كله بالهراوة الامريكية امريكا لو سحبد كل العالم ما يهيدكم كل هذه السفارات المفتوحة عادكم تقفا كلهم يعرفون من انتم لكنهم خوفا من امريكا ومهابة لامريكا ويعرفون امريكا تأثر عليهم كلهم من اجل عيون امريكا هذا واقع الحال ومن يقول غير ذلك كاذب ومدعي ولا يفهم شيئا هذا واقع الحال وكلكم تعرفون هذه الحقيقة طيب من جاء بكم ومن حاميكم ومن اللي قاتلوا ياكم ومن يدمر مدن ما هي امريكا ما هي الميليشيات تحركت على الارض والطائرات الامريكية اللي حمتها واللي وفرتها لها الغطاء الجوي ما هي امريكا الآن تتأمر عليكم امريكا تأمر عليكم وليش تتأمر عليكم يعني مثل هادي العامري من وقف قال ليش ليش ما عمرنا بالمدن الجنوبية هم الشيعة وكذا والله العظيم ما يقبلون علينا ليش يا باب لنحن اتباع الامام علي ها شوني علاقة هذا الموضوع ما انتوا اتباع الامام علي هي اللي جابتكم وخلتكم ليش ما جابت غيركم هذي كذبة شنو هذي الصهيونية وذيها صهيونية مع اعتلال العراق كله وتدمير العراق كله العيون الصيونية وأنتم من قاتلتم مع ايران وجيتوا حكمة العراق هذي كذبة شنو ايران امريكا تتآمر علينا بس ما يقدرون يقولون ايران تتآمر علينا ايران تدعمنا ايران اتجار الحبيب بل ومن يقبل يقول من يقبل تصير مؤامرة مرة لأخر تقبلون يعني هذه مؤامرة خارجية وامريكية وسفارات وأكون ناس بالداخل أيضا يساعدون متآمرين ضدهم حتى يحروا للعالم باشر ثالث وهسن حاكمة وهسن انطلع واذا مكذبة مكذبة يلعبون على العالم وقتلوا الناس وبالتالي يطلع منه اللي وقفضت ثورة تشريد من وقفضت هي الميليشيات نفسها التي تحكم الآن ويتحدثون أنه هذه الحكومة التي سبقتها خرجت من رحم ثورة تشريم واستجابة لمطالب الثوار كيف ما هي مؤامرة شون استجابة لطلبات المؤامرة يعني هذه الحكومة هي استجابة لطلبات المؤامرة يعني خرجت من رحم المؤامرة أكذا ماذا المنطق لا يقبل والناس ما عدتم تستطيعون أن تلحق عليهم والله عادر عبد المهدي راح للصين أسوأ حكومة سلمت كل الدنيا بالإيران ومكنت الميليشيات وتغولت والعالم لا في بيوتها أمنة ولا في الشارع ولا في كل مكان ولا في السوق ولا في وظيفتها ولا في كل مكان وأتاوات في كل مكان تأخذ من الناس وتسليب وخطف وقتل وهن من يتخلم يقطعون لسانه ويسكتونه بالرصاص وهذا يقول الحكومة الآن تريد تساعد الناس تصلح الأوضاع وتريد أن تقدم خدمات وتريد العمل لا تقبلون بالمؤامرات بعض هذه الحكومة زين وكنتم 20 سنة أنتم حاكمين يعني إذن كل الأوضاع التي مرت قبل هذه الحكومة كانت أوضاع سيئة وأوضاع غير طبيعية وأوضاع شاذة وأوضاع بها فساد وخراب طيب حاكموا نفسكم ما أنتم نفسكم اللي حكمتم من 2003 لحد النفس الأحساب ونفس القوى عزب الدعوة والمجلس الأعلى ومعرف منه وحاكموا نفسكم ما أنتم مسؤولين عن هذا الخراب كموا الشعب العراق هذا المسكين ولا ليش مسكين لا شعب العراقي شعب العراقي صابر واستأتي ثورته لاحقا وجدت ثورته بل في نصة طعش وقمعتوها بالحديد والنار ورقتل لكن الثورة القادمة لن تستطيعوا فعل ذلك لأن ثورة جياع ثورة ضيم ثورة قهر وانتهت كل فرصكم للحياة هذا واقع الحال فبالتالي هذا الكلام قلناها ونقولها أكثر من مرة لا يمكن تطليق الشعب العراقي بعد عشرين سنة هذه اللعبة انتهت لعبة التحايل على الشعب العراقي ووقف واحد يحكي له معرفة كلمتين وتصور أن الناس تسمع له وشم واحد دار ما داره في الجنوب رأس وموافقين وصوروها وطلعوها على بالهم هي هاي بقصة هاي الناس تضحك عليكم وتضحكون على أنفسكم لأن الناس وصلت إلى الحد الذي لا يتحملون فيها بعد ذلك كل إجراء منكم وكل تضيح وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة